نختم والنشر بقراءة هذين المرسومين مرسوم رئاسي رقم 578 باقتراح من قبل الوزير المنتدى بلدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحارم القدامى يرسم بما يلي المدى الأولى تم تعيين الضباط بالقوات المسلحة والأمن أتيت أسماهم في المناصب التالية إدارة الموارد البشرية والبرمجة المدير العقيد الخاميس رابو قابا منصب شاغر المدير النائب المقدم جاني كرال أندوبوكو رئيس المكتب المقدم ودعى موسى محارب خلفا لتامبنيد الهوني الوي الذي استجعي لشغل وظيفة أخرى المدى الثانية على الوزير المنتدى بلدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحارم القدامى وضاحي الحرب ووزير المالية والميذانية كل مكلفون حسب اختصاصي بالتطبيق هذا المرسوم الذي يسري مفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما منشل وسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية في الجمهورية في الأول من يونيو 2017 توقيع ريدي بإتنو